السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لايك الفيديو اذا ما كنتم اشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس اليوم جاب لكم طرق بسيطة لحل مشكلة عدم شحن باوربانك بالشكل الصحيح مثلا ما تشوفون هذا الباوربانك مثلا لو انت حطيت حطيت الباوربانك في الشاحن اوكي اذا ما حصلت الضو شغال يعني في بعض المشاكل الي نحن نوضحها لحل هذه المشكلة اول شي خطوات طبعا اول شي الناس ما تشوفون عندك هني كل باوربانك في اربع ضواء واحد نيل ثلاثة اربع الضو الاول لو يشتغل الضو الاول فقط يعني الباوربانك يشحن 25% او فيها 25% لما يوصل للرقم الثاني الضو الاول والثاني فيها 50% لما يوصل الاول والثاني والثالث اضواء الثلاثة شغال يعني 75% لما يوصل اربع اضواء شغالة يعني الجهاز يشحن مية بالمية وممتلع اوكي بحاذ الطريقة لما يوقف الضو يعني الاربع الشغال بدون وميض بدون اغلاق الضو يعني خلاص فل فالباوربانك فل مية بالمية الطاقة الخاص بها اوكي وبالطالي تخرجها مباشرة اوكي طبعا حلول بسيطة لحل مشكلة شحن باوربانك اوكي رح نروح لاول طريقة اول طريقة هو انك تسوي يعادة ضبط المصنع اذا كان في مشكلة تشحن يعني الشاحن باوربانك يعني ما يشحن بالشكل صحيح او ما يشحن او ما يشتغل كيف تحل اول طريقة لحل هذا المشكلة هو يعادة ضبط الباوربانك يعادة ضبط المصنع اوكي كيف تسوي يعادة ضبط المصنع طبعا كل باوربانك لآخر من الشركة علامة تجارية تختلف ولكن أكثر أو باوربانك الشوومي أنك تضغط على زر الباور السبعطاء الثانية أوكي لما تضغط على زر السبعطاء الثانية ما تظهر وميض أو أي ضو رح يسوي لك إعادة ضبط المصنع تقدر تشوف في جوجل وتبحث عن علامة تجارية الخاص بك وتعرف كيف تسوي عادة ضبط الباور هذا هو الحل الأول لمشكلة عدم شحن باوربانك بالشكل الصحيح نروح للطريقة أو الحل الثاني أوكي الحل الثاني هو أن يمكن عدم شحن الباوربانك أو يمكن فيه المنفذ الباوربانك متسخة فيها وصاخة لازم تنظفها أوكي طبعا ويمكن يكون المنفذ تالف يعني حطيت باستمرار كثيرة أو حطيت منفذ يعني كابل آخر في المنفذ وعطلت المنفذ يمكن سبب عدم شحن الباوربانك أو عدم شحن الحاتف هو أن المنفذ تعطل أو تلف صار تلف لازم تصلحها أوكي طبعا كيف تتجنب حل مشكلة التلف في المنفذ حاول أنك تحافظ على نظاف المنفذ وحتى تتجنب توصيل وفصل الكابلات دون داع أوكي هذا هو الطريقة والحل الثاني نروح للطريقة الثالث طبعا الحل أو الطريقة الثانية حل مشكلة الباوربانك لا يشحن هو أنك يمكن يكون الكابل الشاحن يعني كابل الشاحن معطل يعني هذا في فترة محدودة رح يتعطل أو رح يخترب الكابل لازم تستبدلها أو استخدم كابل الباوربانك الأصلية حتى تتجنب مشكلة عدم شاحن باوربانك أوكي حاول أنك تشوف أن تتغلم كابل ثاني وتشوف الجهاز يشحن أو لا هذا هو الحل الثالث نروح للطريقة حل الثالث الرابع أوكي مشكلة آخر يمكن تظهر عندك عدم شاحن باوربانك يمكن يكون البطارية الباوربانك تالف طبعا كل بطارية أي جهاز فيها بطارية هذا البطارية قابلة للتلف في وقت محدود يعني لو يوصل للوقت المحدود رح يكون البطارية رح تطلف ولما تحط شاحن ما بيشحن أوكي هذا هو مشكلة آخر البرده يجب تسيب البرده أو طاقة البطارية للأجهزة الباوربانك يمكن يكون الباوربانك وصل إلى الحدود فبالتالي اخترب البطارية سار للتلف وما يقدر يشحن ما يقدر يستجيب هذا هو الحل الرابع نروح للحل الخامس الحل الآخر لمشكلة عدم شحن باوربانك بشكل صحيح يمكن يكون من الكابلات أو ميافذ الكهرباء يمكن تكون معطل أو الكهرباء ما توصل حاول أنك تحط الكهرباء في منفذ ثاني أو حطه في أي كهرباء آخر وجرب تشحن وشوف يشحن أو لا هذا هو الحل الخامس نروح للحل الثالث بعد المشاكل الأخرى أن الباوربانك ما يشحن جيدا يعني ما يشحن بسرعة هو أنك يمكن تستخدم الكامبيوتر حتى تشحن الباوربانك وهذا طريقة خاطئة لأن الكمبيوتر لما تشحن الباوربانك من الكمبيوتر طبعاً الكمبيوتر الأمبر أو القوة الخاص بها حتى يروح للجحاس الباوربانك ضعيفة فبالتالي ما يشحن الباوربانك بسرعة حاول لازم يعني حاول أنك تشحن الباوربانك من الكهرباء لأن الكهرباء هو المصدر الطاقة هو الأقوى لشحن الباوربانك هذا هو حال مشكلة بعض المشاكل لمشكلة شحن باوربانك نروح للحال الآخر أوكي سبب آخر يؤثر في بطء شحن باوربانك أو عدم شحن باوربانك هو أنك أنت تحط هنا مثلاً كابل يعني كابل حتى تشحن الآيفون حتى تشحن أي جهاز أندرويد هاتف أي جهاز أوكي وفي نفس الوقت الباوربانك تحطه في الشاحن شوفوا لما حط في الشاحن هذا يؤدي إلى تلف الجهاز الباوربانك وأيضاً يسبب في بطء شحن باوربانك لازم حتى تشحن جيداً الباوربانك لازم تستخرج أي جهاز يشحن هاتف أو أي جهاز وتشحن بس تشحن يعني تشحن الباوربانك بدون إضافة أي جهاز شحن آخر هذا هو سبب بطء شحن باوربانك ويؤدي إلى تلف جهاز الباوربانك هذا سبب آخر نروح لطرق أو حل آخر أسباب أخرى أنك يسبب في عدم شحن باوربانك هو أنك في ضرر ناجم يمكن هذا الجهاز باوربانك سقط منك وبالتالي يؤثر يمكن تحطل في أسباب مشكلة في الجهاز يعني سقط منك صار مشكلة فتحطل الجهاز وبالتالي ما يسحن في مشكلة آخر سوء استخدام المستغرم يمكن حطيت الجهاز في مكان درجة حرارة عالية فبالتالي البطارية اخترب أو يتحطل أول يمكن الجهاز مشكلة في التصنيع يعني الجهاز يمكن صيني فبالتالي يمكن تشترياته جديد فأكيد في عيوب مجال جهازة الصينية كلها أكثرها في عيوب وبالتالي ما يشحن الجهاز هذا هو طرق أو حلول باختصار طبعا في حلول كثيرة ما يطول في فيديو ادخل في وصف في رابط هناك بتحصل كل الحلول وكل الطرق لحل مشكلة عدم شحن باوربانك وبس هذا هو بشكل مختصر إذا عليكم مقطع اضغط لات الفيديو إذا ما قد ما اشترك فقنا اشترك فقنا وفعل زر ديز بس مع السلام